خلينا نتفع في ربعة في ربعة وفي الجامعة تمام في ربعة وفي الجامعة وجيت نظر حضرتك التجمع السلمي ده هل ده في مشكلة لا ما احنا سيبينه بقى لنا اسموعين تمام انما تتحول العنف وتبدأ تضرب في الناس تعرف عمالويه بعد كده نسيت اقولك خلعوا الارصفة او البلاط اللي بتخين بتاع الارصفة بتاع كل هز المنطقة وراحوا بانيين بالاتفاع متر ونصف نقدر الرجل بتاعكم بتاع المصور يشوف حاجز دفاعي حواليهم في 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 ربعة خلعوا البلاط واوة الاخرى واخبر الراجل والواقف سلمي اللي انت بتتكلم عنه ده هل يقبل انه يوجد نفسه في منطقة بتمارس العنف بالشكل البشع اللي احنا شفناه النهاردة العمارات كلها بيرموا من فوقهم الجرينوف بيرموا من فوقهم الملوتوف والحجارة حتى الاساس بتاع الناس بيرموه من فوق على الناس وشقة تتحرق ما يسمحوش المطاف هنا تطلع هل يسمح لنفسه لو انت او انا او احد من اللي وقفين في الستيديو دول انسان محب المرسي وعايز يستمر وسلمي زي انت ما بتقول ومش بتاع عنف ولا بتاع يوقف وص دول هل يسمح لنفسه يوقف وص دول ما هو بينسب نفسه لهم يبا اذا لما حصل عنف ضدهم ويصاب فيه ما يلومش الجيش لان هو اللي وجد نفسه في هذا المكان نزبط اي انسان محترم يعبر عن نفسه بطريقة سلمية انما يتواجد في وص المجرمين واحد منهم صفت عبد الحجازي ده صفت حجازي يقول النهاردة ولدينا خطط اخرى للتصعيد طيب ما بقى منهم المحترم ده يحترم نفسه المحترم ده اللي انت بتتكلم عنه يحترم نفسه ما يوعش فوس الاوباش دول في امتني وبقى صر على كلمة المجرمين القتلة الاوباش طيب فاندم الناس اللي حاج بتتكلم عليهم اللي حاج وصفتهم بهذه الصفات ليه ما بيتمش تحرك من قبل الداخلية وجيش القبض على الناس اللي يعني بيصدر عنهم بعض التحرضات او بيصدر عنهم نداءات محرضة على العنف وما شابه انا قلتلك الموقف ده في رابعة ده كله بما فيه اللي موجودين المحرضين المرشد اللي قال السيسي بيدعوه لحرب اهلية انا حقول لك اهو جاوب ديني فرصة ارد صفت حجازي اللي حيصعد والبلتاج اللي بيتكلم كل دول موجودين جاوب يتأمل اللابضة عليهم في خلال الدقائق ولكن بالعقل كده عشان ادخل القوات اللي حتقبض على العشرة خمستاشر قطبة من اقتاب الاخوان دول مش لازم اقتحم هذه الحشود يبقى مش اقل من خمسمائة واحد هيقتله في هذه العملية عشان اقبض على خمستاشر واحد يستهله ما يستهلوش يستهله او انا حدخل مثلا كاتاكيت لا ده انا حلاق اللي حيضرب من هنا ويضرب من هنا وحطر دافع عن نفسي وحضرب عشان ادفع على نفسي وعشان امسك دول عشان امسك دول لازم حقصير عمليات قاتل واخد بالك حساباتنا بتقول مش اقل من خمسمائة واحد عشان تصف العملية دي وتاخد دول في قرار قبض صدر النهاردة من النياب عليهم وخبرك هل نسمح باسالة الدماغ اكتر من كده لعلمك الجيش بيشتغل باسلوب النفس الطويل والجيش بيستغل باسلوب الفعل وليس رد الفعل والاسس او الاوراق اللي فيه دي الجيش كتير اقوي واكتر منهم معانا الشعب معانا الشرطة معانا الادوات اللي نقدر ننفس بيها اللي احنا عايزينه معانا الشعوب العربية كلها وشوفنا الاستجابات من الشعوب العربية قاد الشعوب العربية ومعانا الدول المحبة للسلام الأوراق اللي في الدنيا سياسيا وماديا أقوى منهم من الإخوان وحلفائهم فأحنا صبرين لغاية هم ما يصفوا نفسهم بنفسهم عبارة انت شوفت الفرخة لما بتتدبح بتفارفض واخد لبالك إزاي حال الإخوان المسلمين النهاردة فرخة بتفارفض بعد ما تدبحت وظل لما أسبوع أو عشر طيام بالكتير قوي وأنا بقولي كلام ده للمشاهد بتاع الان بي سي بقوله العملية دي مش هتاخد أكتر من عشر خمسة شرم لنوم بينتحروا النهاردة سياسيا وبينتحروا شعبيا لحالة الجنون اللي أصابت الإخوان في الحالة الوضع اللي انت شوفته ده يضربوا هنا بعد خطاب مرسي إيه اللي حصل الدوم إشارة عملهم كده هو بيقول خطاب بتاعهم الإشارة دي خلت جمعهم اللي عند الكلية التجارة تطلع على سطح كلية التجارة تضرب نيران عنينفة على السكان المسلمين اللي انت بتتكلم عنهم العادي اللي ماشيين في الشارع وقع اربعة وثلاثين قتيل ومية وخمسين مصاب يوميها واخد بالك معي كانت الإشارة دي زي إشارة عبد الناصر بتاعت كلمة ديليسيبس عشان الإسلاع لقناة السويس سنة ستة وخمسين فقدهم الإشارة دي في المانيال تاني يوم راحوا دخلين عند كلية طب الأسنان وقتلوا عشرين واحد بدم بارد زباحة المانيال تعرف عمل ليه بعدين عشان نعرف طبيعة أخلاق الناس دول راحوا عرضوا رشاوي عند المشرحة بتاعت زينهم على أهالي الشهداء دول بتوع المانيال وقالولهم قولوا لدول من الإخوان ضربوهم وشتموهم وطردوهم مبارح في المانيال عندنا مزجة عربية بجوه فيها فلسطيني وعراقي وسوري وإخواني ومعاهم أربجهات ومعاهم جرينوف ومعاهم أسلحة ومعاهم زخيرة أهالي المانيال اللي جاني الشعبية اللي موجودة مسكيتم راعتهم العلق إياها وحرعت العربية وسلمتهم بالزخيرة بتاعتهم للجيش فالإخوان بتخسر بيرهنوا على إيه بلك معي بقى نفهم أصول اللعبة الإخوان بتخلق حالة اسمها أزمة تقوم على العنف تؤدي إلى مقايضات مع الجيش المقايضات دي تحاول تحصل من الجيش على تنازلات تحسن حالة التدهور اللي بتعنيها الإخوان على المستوى السياسي داخليا وخارجيا وشعبيا ليه؟ لأن هما تخيل معايا المنظرة أنت مكنتش طولات ترس من سنة 1928 بدأت الدعوة للإخوان 85 سنة 85 سنة بيرهنوا على اللحظة دي أكمل ونبي كلام الحيطة دي لأنه مهمة 85 سنة بيرهنوا على اللحظة ليستولوا فيها على السلطة في مصر وإذا استولوا على السلطة في مصر دان لهم التنظيم العالمي للإخوان وبدوا ينفزوا حلم الخلافة في كل الدول العربية والإسلامية ووصلوا وصلوا للرئاسة ووصلوا للحكومة ووصلوا للبرلمان ووصلوا للنقابات ووصلوا للإعلام كل حاجة والقضاء حولوا يخترقوه والشرطة إلا الجيش هل تتصور بعد 85 سنة الحلم بتاعهم ده ييجي في أسبوع أو أسبوعين ويتبدد ويستسلموا بسهولة هذه حالة الفرفرة بتاعة الفرخة اللي بتتبع نهاية عهد الإخوان طلبوا إيه حاولوا التفاوض مع الفريق السيسي وبعطوا وسطاء قال لهم الفريق السيسي لا مفاوضات ولا تفاهم إلا بالانسحاب الكامل من ميادين في جميع مدن مصر الناس تعرف الحقيقة إيه أخبالك معي ولا قبول إلا بتسليم الأيدي الذين أيدي ملوثة بالدماء وبالتحريط ورهانكوا على أمريكا فهمهم أن يدرهان خاصر وإحنا مش هنفاوض ونفسنا طويل والشعب معنا مطالبهم أربعة عارف هي تقدر هنا واحد خلق سهلس حاج أقوليش أنا أتكلمنا واحد المطلب الأولاني لهم الخروج الآمن لقيادات الإخوان المسلمين المطلب الثاني اللي هو عدم ملحاقتهم جنائياً وقضائياً أو محاكمتهم المطلب الثالث السماح لحرص بالحرية والعدالة بالعمل السياسي المطلب الرابع السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل الدعوي والاجتماعي مرفوض 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 وليس أقل من المجرمين الملوى السعيدين بالدماء يسلموا أنفسهم وينفض هذا التجمع سلمياً بيرضتهم مش عايزين دم ليه؟ لأن هذه إرادة الشعب ولا يملك السيسي ولا القوات المسلحة رفاهية التفريط في مطالب الشعب زي ما الفريق السيسي والقوات المسلحة لم تكن تملك رفاهية ابقاء مرسي في مكانه والجيش استجاب لنداء الشعب وإرادة الشعب بعزل مرسي وخبالك معايا فالجيش وشفنا الحشود بتاعة الشعب المساندة للجيش في تنفيذ المطالب لا مكان لهم لا سياسياً ولا اجتماعياً بعد الدم اللي سكبوه في مصر إحنا في الجيش عندنا أربع خطط أربع خطط محتوط الخطة اللونية إرادة واحدة إرادة اثنين إرادة ثلاثة طبع خلص إرادة اربعة واخد ديك فنس إرادة واحد لو تم عملية التنازل سلمياً وما فيش حاجة مصط ولكم وإحنا مرحبين وما فيش مشكلة إرادة اثنين لو حصلت خسائر في حدود خمسين خمسمائة واحد زي اللي بتحصل دلوقتي اللي حصل الغاية دلوقتي مية خمسة وتلاتين وكيفية الرد عليها ومحسوب أسلوب الرد عليها وعدم الاستجابة لأي استفزازات إرادة ثلاثة وهي عملية ما قبل الحرب الأهلية السعود الخسائر لحوالي أكتر من خمسمائة إلى التمنمية إرادة ربعة الحرب الأهلية وإن شاء الله ما تقعش وكيفية موجودها ولن نسمح بأن تتحول مصر إلى سوريا أخرى أو جزائر أخرى أنا خلصت أتفضل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر